ما أود أن أقوله بأن ما حدف معي ليلة 17-12 لم يكن شيئا سهلا أو شيئا عابرا ما كان قبل 17-12 لن يكون كما هو بعدها بأن ما تعرضت له مساء 17 ديسمبر إنما كانت عملية تسميم ممنهجة حيث وضعت السموم بأشكالها المختلفة والتي لا نعرف بعضها وقد توصلنا إلى البعض من هذه السموم أنا ما أود أن أقوله طبعا نحن نحمل السلطات الاحتلالية المسئولية المباشرة ولكن لربما هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق ونحن عندنا مشكلة كفلسطينيين عندما نتحدث عن لجنة تحقيق حيادية أين يمكن لنا أن نجد هذه اللجنة أنا لا أعرف وأنت تتابعين كما يتابع كل الناس بأن أغلب اللجان الحيادية التي شكلت في هذا العالم تخلت عن حياديتها وأصبحت جزءا من المؤامرة على شعبنا أنا معني بأن أعرف ماذا حصل معي عشية يوم 18 وليل 17 ما حدث معي ليس أمرا سهلا في فجر يوم 18 أنا قمت فإذا أجد نفسي منهارا غير قادر على الحديث غير قادر على التحرك غير قادر على أي شيء وبالتالي بعد أن تلقيت العلاج الأول في القدس والعلاج الثاني في عمان قلت حقيقة أنه من واجبي أو من حقي حقيقة أن أعرف ومن حق الفلسطينيين أن يعرفوا ماذا حدث معي